اهتمام كبير بالأمن الغذائي في مملكة البحرين انعكس على العديد من الممارسات الزراعية بطرق إيجابية في هذا الشأن تمكن رائد الأعمال البحريني طارق جابري من تقريب المجتمع للزراعة العضوية بطريقته الخاصة والمشاركة أيضا في الدفع بالجهود المبدولة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي قصة وفاء وإثار منذ أكثر من خمسة عشر عاما فهذه الأرض زرعت بحب ليحصد الجميع ثمارها وتشارك خيرها مع زوارها مزرعة الجسرة العضوية بدأت كفكرة ومشروع عائلي خاص لتتطور بزراعتها العضوية المميزة وتفتح أبوابها للجميع بهدف تعريف المجتمع بالزراعة العضوية والله فكرة الأولى كانت فكرة بسيطة كانوا أشخاص شوي قريبين عليه أمرضوا أمراض يعني نرسمون نقول بعيد الشر أمراض خبيثة وكان واحد من نصائح الدكتور أن الأكل يكون شوي أكل أورغانيك وبيعيد عن الكيمويات طبعا هاي الفكرة كانت من قبل فترة طويلة نحن قاعد نتكلم عن فوق العشر سنين وأنا ما كان عندي خبرة يعني وايد في الأورغانيك يعني بعدين الفكرة يات لما رجعت البحرين وأن المزرعة كانت موجودة كانت مهمولة شوي فقلت أشتغل يعني شوي شوي أبتدي أشتغل في المزرعة أتعلم الأورغانيك زراعة العضوية ومن يومها بديت يعني وما صارت شي في يوم وليلة يعني هاي المزرعة اللي تشوفينها هاي خلال تقريبا حين يمكن خمسة عشر سنة يعني شوي شوي كل سنة قاعد نتعلم كل شنة فيه ناس يون يعطون خبرة أزياد النجاح المادي كان من الأهداف المركونة في هذا المشروع حيث ركز طارق جابري على النجاح المانوي الذي ترسمه ضحكات الأطفال وزيارة الأهالي المتكررة ما يؤكد الاعتماد على الزراعة العضوية في الأطباق المنزلية والله نجاح نجاح مادي ما فيه صراحة بس عندي أنا النجاح هاي الناس الطيبين اللي رايحين ويايين اللي يدعون لي يعني بس بس نجاح ماديا ما فيه يعني أنت خبرة شحن تشوفين أكثر الناس اللي يايين بس يون يتنشون يتشوفون يرتاحون بالطبيعة شوي الناس اللي يون معتمدين على هالمزرعة اللي يعرفون المزرعة من سنين طويلة يعرفون اللي قاعد يأكلون أكل نظيف يعني شيء بس هاي النجاح يعني عندي أنا الزراعة العضوية هي الخيار الأفضل لأفرة الإنتاج وجودته لتتنوع من خلالها مصادر الغذاء وتدعم بإنتاجها الأمن الغذائي في مملكة البحرين واحد من الخطط اللي عندي يعني من الأفكار اللي كانت عندي أنه يكون عندي كوفي شوب صغير هني شيء بسيط صغير يعني أخلي في وسط المزرعة وأسويلي فرام فارم تو تيبل يكون شيء بس اكزاكلي نفس ما قلت أقول فرام فارم تو تيبل أي شيء عندي في المزرعة نحصده من المزرعة نستخدمه في الأكل يعني بس هو سمول سالات بار كان عندي جرين جوس بار يعني شيء بسيط الزراعة العضوية هي نظام لإدارة الإنتاج يتم من خلالها العمل المتكامل الذي يجمع التربة والنباتات والحيوانات والبشر ما يشجع الإنتاج ويعزز استدامة الأنظمة الزراعية البيئية وإنتاج الغذاء الصحي والتركيز على المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين